اشتغال لي هو مهندسة المعمارية عندي مكتب الهندسة المعمارية في مدينة القني تيرا أنا الأصل لي مدينة القني تيرا الجوائز جوا بعد المصار طاويل المصار طاويل في الاشتغال في ألمانيا من بعد الدراسة من بعد أني دخلت المغرب اشتغلت هنا في المغرب وكونت مكتب الهندسة هذه 11 سنة هذه الجوائز الأولى الجوائز الدولية الأولى كانت في برلين 2017 في الكاتيجوري أرشيتكتور والثانية كانت في لندر 2020 يعني في الوقت ديال كوفيد كانت يعني دارت هذه الجائزة عن طريق الكوميونكاسيون أونلين دونك ما كانش بخيزنسيال والآخر الجائزة التي أخذنا هي في دبي 2022 هذه واحد ثلاث أسابيع هذه الجائزة كنا قدمنا فيها مشروع في مدينة مكناس هو أغوالي مونتير واحد شركة معروفة في المغرب اللي اشتغلنا فيها وحاولنا يعني أن ننتجري واحد العدد ديال الأفكار ديال الهندسة المعمارية والحفاظ على الطاقة اللي هو الموضوع الآن اللي هو موضوع الساعة في هذا الوقت هذا عدد المشروع هذا جاءت من الأساس أنه مني كان نشوفوا البنايات الصناعية اللي احنا لنا واحد اختصاص فيها بحكم أن تجربة ديال في ألمانيا كانت واحد العدد ديال البنايات ديال الصناعة الصناعة مني كان نشوفوا اللي زون اندوسترية في حد العدد ديال المدون سنلقاوا يعني الأغلبية الناس كتطمح أنها تكون عندها يعني بناية مثل يعني كنسموهنا صندوق يعني كوبك هذه البناية هذي كتبني كان نجيو ننتجريوها دانزين فيل كتكون يعني بحل لكتتطيروح طابع يعني الجن أسبيت أشتكتورال ديال فيل ما كتعطياش واحدة الجمالية بالعكس هو نورمال من البنايات الصناعية ممكن إلا كانوا واحدة أفكار هندسية مهمة وتخيط من دي فاساد ممكن نعطيوها واحدة جمالية لتزيدها المدينة هذه أولا هذا هو الطابع الأول اللي كنا اشتغلنا الطابع الثاني هو أن هذه الشركة بحكم أنها معروفة يعني حاولنا نعطيوها واحد الطابع يعني إيدانتيتا فيزيول طابع ديال البناية ديالها أنها تكون ملائمة للمستوى ديالها ثالثا دخلنا في المجال لليالحفاة دعالتاقة وهو أن ننتجري أول حاجة تودابور انستشان دو تخيط من ديال للا production يعني جميع النفايات ديال للا production اللي كاتفروج اللي هي لكيد جمعناها في واحد المقر وذلك المقر درنا لأخذينا للاينات منو أو دفناه هو الف المتانيزار يعني ديال لنضيفانيزار الالت المتانيزار الالمتانيزار types يرنا يرنا الطوة اهل الليل للاستشار باتانيزار للابد الش الزيتون يعني ذي الزيتون كناخدوه من ايه ووالا كندخلوه في واحد الستسيون وهذا كي تحرق مني كي تحرق البرودي اوسي الانيرجي وادك الانيرجي هي اللي كنستعملوها في واحد البرواليمنتر الاشوديار الاشوديار دا البروديكشن هادو افكار اللي ازناهم زيادة على ان الازين موجودة في مدينة شوية فيها الحرارة كتيرة في الصيف عملنا ان تكون لفاساد دوبل فاساد فانتيله اللي هي كتتحول ان الى سن دتاي ارشتكترال الى نكانتو نديرو كتنقصو به لكانصوماتي انرجيك ديال الباتيمن الانتغيور المانيا كتتخرج دوبل فرماسيون في الانجينيوري والارشتكتور يعني من الاول كيكون المهندس عنده واحد الحس ديال الهندسة وديال الهندسة يعني الانجينيوري بغاليل مع الارشتكتور اللي هي كم نعتبرها فن وفن يعني بالتراز العالي ولكن هاد الاتجاه اللي كيكون عندنا من الاول كيجعلنا اننا كنا عندنا واحد معلومات كافية على المواد ونحصارموا البيئة ونحاولون يكون ابداع ماشي غير في الفن ولا يكون حتى في الهندسة يعني الدرجة اننا كنكونوا على علم نحاولوا نكونوا على العلم في جميع المواضيع اللي هي متعلقة بالبيئة واللي نقدروح نايا في يعني في دي دي تاي ارشتكتوال دي تاي ارشتكتو البيئة دي تاي ارشتكتو المواضيع اللي كتكون داكتوالي تاي ارشتكتو في المشاريع دي هي ماشي جائزة دي المشروع واحد بالنسبة جميع المهندسين ولكن هما مهندسين اللي كي تتعرض عليهم انهم يشاركوا في هاد المسابقة وفي كل مهندس كي اختار المشروع ديالو اللي شارك به في الكاتيجوري اللي هما اللي هما انطبقين هاد المشروع حاز على احسن جائزة في يعني في افريقيا والعالم العربي وفي الكاتيجوري ديالكومرس اندوستري اي اغراليمنتر دي هذا واحد الكاتيجوري اللي اشتغلنا اللي احنايا ولي critère دي شواء تيكون هما هاد الافكار اللي تتكلمين عليهم كيفاش ان المهندس انطلق من واحد الفكرة نحن الآن اغريض عالق من واحد الفكار اللي هما توازنين يعني كهر كيرابauftر قمع هذه الحالة للم prompts رجاب و Tony ObrGI انطلق زياليالوجيا اللي هما مع والحيرت آهم ديال البيئة والموضوع ديال الطاقة كما تشرت ليه هذا الموضوع دابا اللي هو داكتواليتي احنا المشروع كنا نبدأ هذه بداية سنوات ولكن الريزولتا الآن هاد الشركة كتحصد هاد الريزولتا في هاد الوقت اللي طاقة يعني ولت عندها قيمة زائدة الوقت اللي هو هذا ما محتاش للغاز ولا الميتان باش يشتغل في المشروع دياله ونتمنى ان يكون هادا يعني كبروجي بيلوت بولا بولا تتلي الاندستريال او ماروك انه ما نبقاش الاندستريال مطابقة غير على انها تكون عبارة عن كيب الاشتغال فيه الداخل والواجهات دياله ميكونش في مستوى اللي كي يتمح له البلد ديالنا لانك نشوف البلد ديالنا تبارك الله هاد الاعوام الاخيرة المشاريع اللي فيها يعني مشاريع في المستوى العالي ومستوى الدولي لذلك احنا يفتج جهدينا احنا ما كان وكان حاولوش يعني ندخلوه في المقارنة يعني ناسيونال ولا لوكال كان حاولو ندخلوه في المقارنة الدولية لان المغرب عنده هذا الاتجاه هذا وعنده من الكفاءات الكافية في جميع الميادين انه يمشي بهذا المقارنة السعيد الدولي المسار كان سهل لانه في الوقت اللي كان اخذنا البكالورية متل جميع الشباب كان طموح اننا نمشي الخارج للدراسة الكنديسيون اللي كانت عندي بالنسبة للدراسة في الخارج هو الدراسة ديال الهندسة المعمارية ولا غير يعني كان التوجه ديالي في واحد العمر الصغير ديال 13 سنة كنت قررت باش ندير الهندسة المعمارية الحمد لله توصلت لهذه النقطة هذي والهدف اللي كان عندي هو الدراسة ديالهندسة المعمارية وتثبت انني الجامعة اللي قدمت لها هي جامعة مدينة آخن ومدينة آخن معروفة بالنسبة لنحن في الدومين ديالنا ديالنا ديالهند الاشتكتور جميع المهندسين كي عرفوا كي عرفوا واحد المهندس ألماني معروف لي هو ميس فاندغو هذي ميس فاندغو هو لاندي كرياتور ديال باوهاوس في ألمانيا وهذي موضوع عوزان كبير لأنها مدراسة كبيرة فيها واحد العدد ديال الاسبيسياليتي وهذ ميس فاندغو الأصل دياله هو مدينة آخن والدراسة ديرها في نفس الجامعة التي كنت نفيها هذا شعرف بالنسبة لي أنها أنني كنت هذا ليس كنت اختيار في الأول ولكن الحمد لله جاءت كالتقاء ما بين الديسيزيون ديالي أن نقرأ في هذه المدينة وفي هذه الجامعة وأننا تعرفنا من بعد إلى هذا الخبير العبقاري المعروف في الدومين للأرشيتكتور وهذه الدراسة كانت فيها كانت شاملة جميع الأنواع والسكتور والكاتيجوري اللي هما في داخلين في هذا الميدان هذا كانت شغلوه دابل في المغرب وفي بعض الدول الإفريقية ونسبة المشاريع اللي لدينا في المغرب نتكلمه على المصرح والمركب الثقافي في مدينة القنيطيرة هذا مشروع مهم لماذا؟ لأنه ما فيه شغل مصرح هو مشغل مصرح بوحده ولكن معاه مركب الثقافي وهذا المركب الثقافي مكون من بيبليوتك من ميدياتك فيها إيكول ديزار بلاستيك في إيكول ديزار تياتخال وفيه كونسيرفاتور دو ميزيك لماذا هذه الأمور كاملة مجموعة؟ نجمعوا جميع أنواع ديزار كولتورال في أينسو الباتيمو لأن مني كان نشوفه بحل توجه ديزار الأطفال مني يكونوا صغار تيكون دائما بازي سور لانتفنسون إذا كان هو والأصدقاء ديالو يدخلون نفس البناية اللي فيها ديزار الأكتيفيته يقدر اليوم يدير واحد للأكتيفيته غدا يدير يتعرف على الأكتيفيته خورا ويلقى الميول ديالو فيها لذلك إحنا يدابا الأطفال ديالنا الشباب ديالنا خصوم ضروري يتعرفوا لجميع أنواع ديزار الأكتيفيته كولتورال باش كل واحد الراسو يقلب الميول ديالو ويختار تجاه اللي عمشي فيه وهذه هي الفكرة اللي كنا عمنا انتغري وليو دفاع سنك بروجات اي بار بي في واحد المدينة جماناهم في واحد الانسو البناية موين البناية الى كمبلكس فيها بزاف ديال التعقود شوية تكنيك مي الحمد لله لقنا لحد الان وحد العدد للحلول اللي انجكتناهم في هذا المشروع بعض المشاريع أخرى لدينا قاعدة موطات لديكمبلكس توريستيك في مراكش بار اكزمبل لدينا اوتيل مول في مراكش لدينا لديكمبلكس غزيدانسيال اللي اشتغلنا لهم كينا يعني بنايات ديال مدارس وليسي موليبوس الهام لدينا واحد تنجا لدينا بعرفة ميزون دار للشباب بعرفة دونك المشاريع ديالنا شوية مفرقين في المغرب لدينا واحد المشاريع افريقيا افريقيا كان واحد العرض ديال المصابقة هندسية دولية اولا هدي واحد خمس سنوات في بوركي نفاصو وكانوا فيها واحد الهدد ديال مهندسين دوليين اللي شاركو وكنا محدودين اننا اخذنا الجائزة الاولى في هذا البلد هذا وحنا دا با كنشتغلو في هذا المشروع هذا يعني ديال لفاس ديال ومن بعد لقنا اللي نفسنا اننا بحكم الفكرة اللي فكرنا فيها ان المغرب اولى المغاربة دائما منها من قيدام الزمان كانوا كيعطيوا الوجه ديال لهم اوروبا والظهر ديال لهم الافريقية وبحكم اننا سيدنا فتح لنا هذا الافاق ورنا شوية دول الافريق اللي هما جيران ديال لقنا بان القيمة ديال الانسان المغربي وال الكمبيتنس مغوكين في الدول الافريق عنده واحد الافالور هذا مشروع هي مدينة مصغرة اكستنسيون دول وفيها واحد العدد ديال المشاريع صغيرة حنا بدنا بواحد الكمبليكس غزيدانسيال دو استاندينك اوال بالنوع ديالو في بوركين افاسو لأنه يلسجي ديال رزيدانس ديال 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 كل المهندس يتمح انه يلسجي هذا العام در مشروع في واحد الشكل في واحد الحجم العام جا يريد ما احسن وما اكبر حنا الطبيعة ديال ديال المشاريع اللي كان حاول ديال نبدعو فيها هما المشاريع اللي عندهم واحد الموضوع يعني عندهم المشاريع اللي هما غير بتاتيف دون هذك الموضوع كيف نهمنا لأنه كندروا فيها بحات كنشاهدوا فيه كنحاولو نشوف وقال الأمور اللي احنا تعلمناها في الخارج اننا ان لزين تغ باش يكون هذك المشروع سوى عنده واحد مستوى دولي مستوى ناسيونال وبنسبة لي بحكم انني من مدينة القني تير انا كنشوف مدينة القني تير كمدينة اللي هي هنا في la سيطوات جيوغرافية ديالها كنشوف بأنها هي ان بلاتفورم تغنون دي باي المقارنة هذة المدينة نقارنوها في الدول الجنبية مثل مدريد في اسبانيا مثل باري فرنسا مثل فرنكفور في المانيا هدو للا سيطوات جيوغرافية مالهرزمون للا مالهر دي 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 نقارنوها للا مالهر دي 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 نقارنوها نقارنوها في المدينة القريب أو متوسطيط نقارنوها نقارنوها يكونا الجيهاد نقارنوها تاخد على استعداد يعني هذا ماشي طالب يعني الديسيدور ولكن كنقدرون نقول بحكم أن كنشوف شنو واقع يعني أن الكفاءة الكاملة والتيم أو الكامل اللي نقدرون ندرسو أن المدينة هذه نقدرون يعني نعطيوها هذه القيمة دي اللي تساهل لأن أول حاجة هي مدينة الوحيدة في المغرب اللي عندها نهر داخل الهتل السنتروفيل نك نشوف الرباط والسلارة هم جوج المدين نقصومين بنهر وقنطرار عندها السنتروفيل وجميع المدين العالمية اللي هم عندهم قيمة كبيرة أن هم نهر في السنتروفيل هذا غير واحد لابل لأن هذه مدينة تكون لديها قيمة أحسن أن تكون غير مدينة ديال السكن فحسب نتمنى أن نتمنى أن الفتور يكونوا في المستوى لهذه المدينة ترجمة نانسي قنقر